جربنا لكم جهاز PlayStation VR 2 ما يختلف شكل الخارجي عن PlayStation VR الأول كثير وهذا شيء إيجابي بالنسبة لي والتصميم صار أفضل وفي أربع كاميرات أمامية فيها خاصية الـ IR ووظيفتها تتعرف على البيئة اللي حولك وتتبق الحركة يعني ما تحتاج أي كاميرا خارجية وأيضاً فيها خاصية تريك العالم الخارجي السماعات صارت تتركب في الخوذة نفسها وتدعم خاصية 3D Audio وفيها مكان باعة الخوذة عشان تبتها بعد اللبس صوت السماعات من خلال تجربتي كان عالي وممتاز جداً تحت الخوذة فيه زر التشغيل وزر لورية العالم الخارجي ومايكروفون في الأسفل الخوذة صار فيها وسادات أكثر من اللي قبل عشان تعطي روحة كبيرة وقت لبسها تم إضافة اهتزاز في الخوذة يعطي إحساس أكثر وقعية أثناء اللعب مثلاً في لعبة هورايزن نداء الجبل لما طالهم فوقي وحش حسيتي في اهتزاز وأعطاني إحساس داخل اللعبة فيها أدسين داخلية تعطيك وضوح 4K HDR بتقنية الأولد وتتبع حركة عينك وانتلعب يعني تحرك لك خيارات عن طريق تحريك بأبو عينك وأيضاً فيها تقنية ففوريتد رندريك وفكرتها أن ترفع من جودة الرسم في المكان اللي طالع فيها بالنسبة للأيادي صارت تجي مع الجهاز وشكلها جداً مميز وجميل ومريحة جداً في اللبس والحلقة اللي عليها وظيفتها أن تتبع حركة يدك والأزهار مفرقة على يدين يمين وليصار وفيها خاصية انتزاز ويمكن أكبر سلبية فيه هو سعر الجهاز وأيضاً حالياً ما فيه لعب كثيرة عليه لكن بلستش نوعده أنه بيكون فيه أكثر متاذين لعبة في شهر الإطلاق الجهاز ما يدعم علعاب بسلم VR الأول وهذا أيضاً شيء محبظ جداً في النهاية أقول لكم أن الجهاز بسلم VR 2 تفوق كثير عن VR الأول من جميع النواحي ويعتبر أفضل جهاز VR حالياً متوفر من ناحية الجودة الصورة